لم تكتمل فرحة المزارعين بالموسم الوفير من محصولي الحنطة والشعير لهذا العام بعد أن سبقت أيام الحصاد بحرائق التهمت مئات الدونامات في عدد من المحافظات العراقية في محافظة ديالا التهم حريق واسع نحو خمسمائة دونام مزروع بمحصولي الحنطة والشعير في مندلع حريق آخر في محافظة نينوى والتهم مزارع واسعة يقدر طولها بستة كيلومترات فضلا عن محافظة صلاح الدين دون معرفة حجم الخسائر على وجه الدقة كما وصلت الحرائق إلى محافظة التأميم منذرة بخسائر مادية كبيرة وكارثة اقتصادية كبرى تتعرض لها البلاد نواب في محافظة صلاح الدين طالبوا بإعلان الطوارئ والتعامل مع ملف الحرائق مثل التعامل مع ملف الفيضانات حيث أن المحافظة أصبحت منكوبة بسبب عمليات الحريق الواسعة التي تعرضت لها محاصيل المحافظة حوادث كهذه لا يمكن التغطية عليها حكوميا بتسجيلها ضد مجهول كما جرت العادة أو للدعاء بأنها ليست مفتعلة إذ ليست مصادفة أن تتم هذه الحرائق في أوقات محددة وفي محافظات عدة حرائق لها مسبب وفاعل يمكن تحديده على وجه الدقة بمعرفة المتضرر منها والمستفيد لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالا اعتبرت أن الحرائق تخريبية تقوم بها جهات عملت بالخفاء لضرب واستهداف الاقتصاد والانتاج المحلي وإدخال المستورد من الخارج كما أن إعلان محافظة صلاح الدين العثور على أجهزة خاصة لحرق المحاصيل الزراعية تقوم به جهات تخريبية يؤكد أن الحرائق هي أسلوب جديد من أساليب إبقاء العراق في حالة العوز والاستراد الدائم مراقبون يرون أن من يفتعل الحرائق هي الميليشيات المسلحة لعدة أسباب تتنوع بين الطائفية وعدم دفع الفلاحين الأتاوة لها فضلا عن أن اكتفاء العراق زراعيا أمر يزعج الدول التي تريد إبقاءه مستوردا وفي مقدمتها إيران اشتركوا في القناة